اليوم درسنا بعدنا بيونت 1 لسن 8 بيج 20 يونت 1 لسن 8 بيج 20 افتح كتبكم على صفحة بيج 20 يونت 1 لسن 8 يونت 1 لسن 9 اليوم نستمتع قصيدة مغنات حلوة تسمعوها بس نفس الوقت هاي القصيدة تذكرنا بيونت 1 لسن 3 من درسنا اسماء الدول واسماء الجنسيات لتلك الدول وكيفية لفظه هاي القصيدة ايضا كأنه مراجعة لي اسماء بعض الدول وبعض الجنسيات اللي تعلمناها بلسن 3 اللي هي مثل اراك تركي ايجبت جبان جنسيات انجلش راشن فرانش تعلمناها بلدروس السابقة راح اسمعكم التسجيل وممكن تتمنتعونوا ايها وترددون بعد ومع التسجيل وتصفقون خليه فوية شوية درست الفن بلدروس السابق بلدروس السابق بلدروس السابق موسيقى هترجم لكم الأغن القصيدة دعنا نصبح أصدقاء إراك تركي إيجبت جابان إراق تركيا مصر يابان بلد واحد بلدين قطرين تري أقطار لاحظوا على الكنتري المناسبة كنتري قطر أو بلد اسم من إسماء المعدودة تينعد من هاية حرف وي من نجمع من نجلنا two countries بالجمع بعض الأسماء إذا نهايتها حرف y يقلب ال y ونضيف IES بالجمع يعني مو S أو ES country حدفنا ال y وضفنا IES اسم country countries إذا country جمعها countries نحذف ال y ونضيف IES three countries four you know all the names يقول لك أنت تعرف كل الأسماء name اسم names اسم بقع هنا كلمة name اسم من جمعناها أخطرناها بس S names اسم بينما هناك كلمة country نهايتها نوعها اسم طبعا مفعل فنهايتها حرف y بتجمع نحدف ال y ونضيف IES لإنجلنا two so let's say some more يقول لك كذلك دعنا نقول بعض يعني أكثر بعض الأشياء أكثر شي so more Thailand canada india italy Thailand canada and india italy I'm iraki I'm iraki what's your nationality ما هي جنسيتك يقولوا الواحد I'm english I'm inglesi I'm russian I'm russian I'm french I'm francy and he's from Thailand وهو من Thailand we all live together نحن كننا نعيش سوية so let's hold hands دعنا نرفع عيدنا we all live together نحن كلنا نعيش سوية so let's be friends دعنا كننا نصبح أصدقاء يعني هاي صور القصيدة تدعو إلى السلام والمحبة بين شعوب العالم كل بكل الأرضية فهس نرجع نسمع الأغنية مرة ثانية هاتن ستمت سوية سوف ايجاب جب الأل Messenger وهو واек pipelines جنسية ف Lenسيه تعجب جنسية سوف أعطون ما معغلد منيا إياه غير الشيء ماية جنسية engلا باобщ Cel و مراما أ squat بألا struggling لذا فنحن نفمي لدينا جميعون معاً لذا فنحن من عشان ثلاث بطاقات أو أربعة نكتب بيها بعض أسماء الدول أو الجنسيات فالطلاب اللي يحملون من يسمعون من يسمعون الكلمات اللي موجودة بطاقاتهم هي نضيناهم ممكن يرفعوها ويقوموا إياكم ممكن أيضا من نوصل السطر القبل الأخير يقول لك We all live together so let's hold hand من نوصل هذا السطر ممكن إحنا مثلا مجموعة ممكن كل طالب يشبك إيد زميلة طالب الثاني بعدين بالسطر الأخير وبس منيقول We all live together so let's be friends ممكن أيضا بعد من الشابك وممكن أن نتصافح بيناتنا حتى نصبح أصدقاء وعهد على الصداقة يعني فالشيء يعني حلو وممتع يستمتعون للطلاب كما بعضهم أثناء الدرس الآن قدنا بيج 21 أيضا قدنا لاتس بلي دعنا نلعب بما أنه طبعا هو هذا الليسن 8 هو آخر لسن بيونت 1 فكأنما يعتبر مثل مراجعة للمعلومات اللي درسناها من لسن 1 لحد لسن 7 أيضا دعنا نلعب هم لعبة أسئلة نعم طيك أسئلة 1 2 3 4 لحد 12 والأجوة ما نتحطها لنا داخل المربع بس مبعثة طبعا ممكن الطلاب يعني يلعبوها يقول لك نانا بقى الآن اللعبة مع رفيقك الآن اللعبة مع رفيقك Pupil A points Pupil B points شون يعني الطالب A نقاط الطالب A ونقاط الطالب B كل واحد يشوف كم جواب جواب صحيح وكم نقطة حصل في اللعبة كل واحد يجاوب على سؤال أول الآخر يجاوب على سؤال الثاني اللي بعد يجاوب على سؤال الثالث وهكذا نحد 12 سؤال يعني كل طالب يجاوب على 6 أسئلة فشوف كل طالب مثلا Pupil A Pupil B كم طالب كل واحد كد حصل نقاط كل هنا أجوبتها صحيح إذا جواب تكونها صحيحة يعني كل full mark يعني نقاط كلها يعني حصل درجة كاملة أو فائز وإذا هذا أقل في يعني صر وبعرضة بين طلاب اثنين وهيضا مراجعة للمعلومات اللي درستوها من lesson 1 لحد lesson 7 الثاني رح أقاركم إياها طبعا وبعدين لم أسمعكم التسجيل بعدين هنا نشكاتب listen and check your answer بعد بالدرس يعني بعد ما تسوون الفرق بين ناتكم وطلابي يختبرون ذاكرتهم بالمعلومات اللي درسوها رح أكيد بالصف أو الثانية ما سمع لكم تسمعون التسجيل وتشيكون الإجابات ماتكم تشوفون يعني كل واحد شكت كم سؤال جاوب صحيح وكم سؤال غلط وأتمنى طبعا كل جاوب صحيح رح أقرأ read and think about the answers أقرأ يقول لك and think وفكر about the answers وفكر بالأجوبة وبعدين أنت أقرأ هسي وفكر بالأجوبة وجاوب وبعدين أنا رح أشيك يعني هسي مثلا لو أنت قاعد تسمعني بالتسجيل توقف التسجيل وتباوع بكتابك طبعا أنا مفتح الكتاب في 20 يعني النفوذ أنت همين فاتح كتابك ويا يا حتى التابع ويا أول كأن أنا مقابلك وده أشرح معلمتك الخصوصية وده أشرح لك فأنت يعني هسا الطالبة من الطلاب من العزاء كل واحد يقرأ الأسئلة وحاول يدور الجواب مثلا هذا السؤال الأول يقرأ حاطلك منه مربع فتشوف جواب وهذا السؤال وين بهذا هنان G H A B C A B C D E F G H I J K L M I J K L A B B B A B B B A B A B B B B B B الحل. أتمنى هس تكون قرأت الأسئلة وحاولت تفتشون على الحل وأنا سرح أقرأ الأسئلة وأحلها. السؤال الأول يقول هل نودله هي عاصمة إندية؟ جواب شنو؟ نمبر وان جواب آي. أين آي هار؟ يس إت إز. نودله هي عاصمة هند إندية. إذن نكتب ذهنان آي؟ يس إت إز. هنا نحط آي. لتر آي حرف آي. نمبر تو. ما هي اللغة اللي الشعب يتكلمها في فرنسا؟ اللغة اللي يتكلمها الشعب في فرنسا هي فرنش. فرنسي. إذن لتر آي. إذن نكتب هنانا آي. لتر آي. سؤال الثري. أين الآراق؟ أين الآراق؟ الآراق التي نختار لجواب سي. إذ. سوري. ليس الآراق. أين الآراق؟ لتر آي في ساوث ويست آي جي. في ساوث ويست آي جي. هو جنوب غرب آسية. جنوب شرق آسية. صراح. جنوب شرق آسية. إذن لتر أت. سؤال 4 ما هو رمز لبنان؟ قلنا رمز لبنان هو دور الجواب لترجي أسجرة تري أسجرة تري رمز شجرة الأرض إذن لترجي أسجرة تريدوا على لي أكبر من أين من أخذي؟ من أكبر من أكبر؟ إنديا أسجرة تبيل لبنان؟ أسجرة تقشاط�ة لطيفة؟ إنسكس تب tiro لبنان؟ اقول لك إنسكس اطرق مدينة و عيد وتذكروها مدينة في إنجلاند في لندن نفسها هي أبرج هي جسر يعني؟ لا الجواب مانتنا نمبر س حرف نقطة 6 هو لتر F يعتم No it isn't رح نقول No it isn't نكتب لتر F question 7 Are congaroes from Australia cangaroes 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 from Australia رح نجاوب نمبر نقطة 7 هو yes they are ليش قلنا they are cangaroes are cangaroes are yes they are إذن J it it what color is the Iraqi flag ما هي الوان العلم العراقي الوان العلم العراقي letter c it's black white red and green إنها أسود أبيض أحمر وأخبر إذن letter C number 9 Do people speak French in Lebanon هل الناس أو الشعب يتكلمون الفرنسية فيه لبنان؟ الجواب اختار له هو آآ نبوعه شو ندوروا سوية يلا عرفتو اللعنة yes they do yes they do no أترآي نفعل 12 you come from Egypt you come from Egypt what's your nationality قولك أنت فرط نفسك يعني أنت من مصر أنت يعني من مصر what's your nationality ما هي جنسية تكمن تكمن مصر هي جيبتشن مصري إذا اللتر إي آخر سؤال سؤال قل اسم طعام مشهور احنا أخذناه مشهور إيطالي طعام مشهور بإيطالي هو ما بغير مكروني التركي أوكي وبعدين نتشيكونا أسرح سمعكم أيضا هاته التسجيل من النسل Track 15 Unit 1 Lesson 8 Listen and check your answers 1 Is New Delhi the capital of India? Yes, it is 2 What language do people speak in France? French 3 Where's Iraq? In South West Asia 4 What is the symbol of Lebanon? A cedar tree 5 5 Where is curry from? India 6 Is the London Eye a bridge? No, it isn't 7 7 Are kangaroos from Australia? Yes, they are 8 What colour is the Iraqi flag? It's black, white, red and green 9 Do people speak French in Lebanon? Yes, they do Now, sorry Do you speak Do people speak French? No, 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 no They do I I'm so sorry You see it 10 10 10 10 Where are bandas from? 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 China 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 Here is the number 10 Letter D I'm so sorry 9 Do people speak French in Lebanon? Yes, they do Letter L 10 Where are bandas from? Where are bandas from? Where are bandas from? Bandas from? From Letter D China Let's do this 10 10 Where are bandas from? China 11 You come from Egypt Egypt What's your nationality? Egyptian 12 Say the name of a famous Italian food Macaroni Macaroni Now We've finished the pupils We've finished the activity book Unit 1 Lesson 8 Page 18 Activity book The acronym that we have today is I can I can I can We have the name list We have the name list Asim countries 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 and nationalities and nationalities Activity A May be Color the countries red and the nationalities blue يقول لك لون هاي الأسماء مع كاتبها بالفاتح خفيفة حتى شو خاف من بين عندك هي فاتح خفيفة قدتها مفروض طبعا فاتح كتابك وياي هاي الأكتيفتي يقول لك لون الأقطار بالأحمر والجنسيات باللون الأزرق الطالب لون أحمر وأخضر لون اللي مثلا أثناء هذا ما عنده سلون أحمر وأخضر ممكن حتى لو بالرصاص مثلا تتلون الـ country الأقطار بالرصاص بقلم الرصاص ما عندك تظلي لهيش تضليل يستوي والناشنالاتية تخليها بعضة فاتحة حتى تميز بين الـ countries والناشنالاتية الأقطار والجنسيات هسا أنا أحب إياك فرانس هي country قطر فلو تلونه بالأحمر تركيش ناشنالاتي جنسية لونها بالأزرق بلو فرانش فرانسي ناشنالاتي جنسية فلونها بالبلو تجابانيز أيضا ناشنالاتي جنسية فلونها بالبلو أزرق أمريكا هي country قطر لونها بالأحمر تايلاند أيضا country قطر لونها بالأحمر إراكي ناشنالاتي جنسية فلونها بالبلو أزرق إيتالين جنسية ناشنالاتي فلونها بالبلو كندا كنتري فلونها بالريد إنديا هند أيضا country لونها بالريد إيجيبتشن ناشنالاتي لونها بالبلو إنجلاند هو country لونها بالريد استراليا قطر كنتري فلونها أيضا بالريد التمرين اللي بعده يقول لك ريمان بار تذكر نحن نستعمل الحروف الكبيرة لأسماء أسماء شنو؟ أسماء ال people الناس وتعلمناها وأسماء ال countries الأقطار وأسماء الناشنالاتي فهنا مطينا مثال أمان إراك إنجلاند أمان يعني أمان وعراق إنجلاند كاتبين حرف الأول كابتل حتى شوي بلون رمادي عن الكتاب الباقة الحروف أمان حط الحرف الأول كابتل إراك الحرف الأول كابتل إنجلاند الحرف الأول كابتل أمان وإراك وإنجلاند هاي نيمز أو فوت إسماء كنتريز أخطاب فرح نكتب كنتريز سوري همار كتير ماركاني إنكتسر القلم كتب النازلة خير الله كنتريز 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 وإحنا نكتب نحاول نتهجة طبعا إنها اسماء هي ناء مكتوبة عندها بالفوق فأني سبق ونبهت من تريد تنقل كلمة من موقع من دفتر من كتاب إلى جهة ثانية حاولة تنقل تباوع حرف حرف وتنقل هاي الطريقة أبد خطأ أبد لا تدربك على الإملاء الطريقة اللي تعلمتها بدروسكم هي لك 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 ما هي عاصمة العراق ما هي عاصمة العراق شو نقول مر supposed to is the capital of Iraq question 4 ما هي بعض الأماكن الممتعة في العراق؟ مابلون تبدأ مارش الأهوار مارش مارش ممكن تتبع أنتو غير أخرى، هو يتصم بعض أدنى هسته أكتيفتي إي مي نيو وردس مي نيو وردس يعني كلمات جديدة التايتل يقول ما هي الكلمات الجديدة اللي أنت تعرفها؟ رأي أكتب سكس كلمات أكتب ست كلمات هنا هنا وأتذكرهم وأتذكرهم أي كلمات كانت يعني اسم فعل حرف اسم مدينة أي كلمة أنت ممكن تعرفتها وظلت عالقة لهنك ومناسيها وحافظها وهاي حافظتها كل شيء ويعني تحفظها وعرفتك ممكن تفتح الكتاب البيوبل مالتك وطلع مالتها وتكتبها فأنا مثلا كلمات تجيلة مثلا على بالي مثلا 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 نتعلمنا من قلنا الهند عندها موسم راني سيزن موسم فصل المطر اللي هو اسمه مونسون ممكن يعني فصل المطر بالإندية نتعلمنا كلمة مثلا بارت جزو تعلمنا كلمة مثلا ماني ريد هسا قلناها ذات الملوية ماني ريد تعلمنا مثلا تايجرز دجلة نتعلمنا مثلا نتعلمنا على العراق تايجرز تايجرز تتعلمنا مثلا ساوث جنوب اي كلمة كانت كيفك انت ممكن تكتبها تكتبها او غيرها الاكتيفتي في اف يقول لك اقرأ الحزورة يقول لك اقرأ الحزورة كان يو كاس مستطيع انت تحزر فكل شفون تمارين ما هناك كان يو اي كان كل حتى نختبر ذاكرتكم بالدروس اللي سابق السؤال الاول يقول يعني هذا القطر هو مشهور بالكاري والفيلة والنمورة مين هو هاد المشهور بالكاري والالفينت؟ هو اندية فرح نكتب اندية لا ننسى حرف الاول كابتل اللي هنا هو اسم دولة اندية شجرة الارز اي قطر هادة؟ لبنان طبعا ايضا حرف الاول كابتل لانه اسم دولة لبنان هذا القطر مشهور بالخيول العربية الجياد العربية تذكروها او خيول العربية جياد العربية اي قطر هادة مشهور بالخيول العربية الجياد العربية؟ امان طبعا انا ما ننسى الحرف الاول كابتل امان نمبر فور the capital of this country is بغداد عاصمة هذا القطر هي بغداد which country is it؟ يا قطر هادة اللي عاصمة بغداد؟ اراك بلدنا الحبيب الاراق اوكي الهنا انتهى درسنا اليوم unit 1 listen 8 thank you very much my pupils and good luck thank you thank you and good luck you you you